مساء الخير على كل متابعي قناة الحدث اليوم في كل مكان أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم حلوة الحياة في الحقيقة الشعب المصري والعالم العربي العاشق للسينما والدراما المصرية تلقوا خبرين محزنين جدا جدا على الصعيد الفني ألا وهما رحيل الفنان القدير حسن يوسف ورحيل أيضا الفنان القدير مصطفى الفهم في الحقيقة الحزن خيم على جموع الوسط الفني بعد رحيل نجمين من نجوم الفن اللذاني حظي كلهم منهما بمسيرة فنية كبيرة طبعا فوج الجميع بإعلان الشقيق الأكبر للفنان القدير أو الأصغر للفنان القدير حسن يوسف ومنزل بوسط على السوشال ميديا بيقول إن لله وإن إليه راجعون توفي من زكليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف تغمضه الله بواسع رحمته وتم تشريح طبعا الجنازة أمس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد طبعا الفنانين طبعا حضروا الجنازة وحضروا صلاة الجنازة على الفنان القدير حسن يوسف طبعا الفنان إهاف فاهمي والفنانة مرفت أمين والفنانة شهيرة والفنانة مرهان حسين طبعا بجانب طبعا الأهل والأصدقاء المقربين طبعا للفنان القدير حسن يوسف وطبعا أبنائه والعائلة والأصدقاء المقربين كان له من نصيب الأكبر في حضور جنازة هذا العملاق طبعا لو كلمنا عن الفنان الكبير حسن يوسف هو ولد في حي السيدة زينة برقاهرة عام 1934 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية كما درس بكلية تجارة عام 1955 بعدها عمل مشرفا فنيا في المسرح المدرسي لمنطقة بنها التعليمية وفي المسرح القومي اكتشفوا الفنان حسين رياض وقدموه للسينما كوجه جديد بفيلم أنا حرة بطولة الفنانة القديرة اللي ابن عبد العزيز عام 1959 وطبعا لعب دور ابن عمتة في هذا الفيلم طبعا هو كان بيقول عن الفنان حسين رياض انه صاحب الفضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اكتشفني وهو اللي اقنعني اني استبر في التمثيل وكان بيقول عن الفنان حسين رياض رحمة الله عليه انه هو الاب الروحي للفنان حسين يوسف رحمة الله عليه بعد ساعات من رحيل الفنان القدير حسين يوسف تلقى الشرع المصري والوطن العربي رحيل الفنان الكبير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 عاما وكان الفنان القدير رحمة الله عليه مصطفى فهمي تعرض لازمة صحية ايضا مؤخرة في شهر اغسطس دخل على اثرها الى المستشفى وقام باجراء جراحة عاجلة في المخ لازالة ورم ويذكر ان اخر اعمال الفنان الكبير مصطفى فهمي كان فيلم الكهف الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية ويشارك في بطولته طبعا الفنان الكبير خالد النبوي والفنانة الكبيرة غاد عادل والفنان محمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى واحمد عيد وصبر فواز وبسانت شوقي والفنان الكبير بيومي فؤاد وهاجر احمد وأحمد وفيق ورشوان توفيق الفنان القدير طبعا والفنان القدير ايضا احمد فؤاد سليم وجميل برسوم عدد من الفنانين في الحياة اللي ظهروا كضيوف شرف وكان هذا العمل الضخم كان من تأليف العبكري الأستاذ ايمن بهجة امر واخراج العظيم الأستاذ عمر عرفة رحمة الله على العملاقين الفنان الكبير حسن يوسف والفنان الكبير مصطفى فاهم في الحقيقة هؤلاء الفنانين بكلم شكل عام أثروا الفن المصري وأمتعونا ولينا ذكريات جميلة جدا مع هؤلاء العمالقة السينما المصرية يعني تعتبر هي النافذة اللي بينظر اليها العالم وبينظر لمصر من خلال الشاشة السينماية او شاشة الدراما المصرية الفنان الكبير حسن يوسف كان معروف بشاءوته ومعروف بخفة ظله وخفة دمه وكان له طلة جميلة على الشاشة كانوا بيطلقوا عليه الولد الشقي من كتر ما هو كان عرف عنه في الوسط الفني بالدنجوان كان له طبعا يعني مواجبات من كل مكان طبعا احنا عارفين ان هو زوج الفنانة القديرة المعتزلة شمس البرودي اللي طبعا بنقولها البقاء لله والعمر الطويل ان شاء الله لحضرتك الفنان مصطفى فاهمي فنان يعني جميل فنان راقي فنان مبدع من اول من اول ما تشوفه على الشاشة يعني تحس بحاجة جميلة طلت عليك جماله جمال اخاز بشيء يعني ملفت بشيء يديك يعني جاذبية اول من الوهلة الاولى انك يعني تشوف فنان جميل زي الفنان مصطفى فاهمي رحمة الله عليه طبعا كان بيعرض له برضو مشهد او فيديو وهو كان في احد الفنادق كان في يعني وصلة ركس بين وبين الفنان القدير حسين فاهمي اخوه حاجة جميلة حاجة ركية جدا الناس دي يعني يشعروك كده ان ان هو ده جمال مصر مش مش جمال الفنان الفنان هو يعني هو مراية لبلدنا الجميلة بلدنا الحبيبة مصر تستمتع حتى لو انت برا مصر وبتتفرج او بتشوف على شاشة التلفزيون تلفزيون ممثل زي الفنان القدير مصطفى فاهمي انت تشعر بالفخر ان ده بينتمي للدولة المصرية او انت ده من نفس الجنسية بتاعتك من من الشيء برضو اللي يذكر للفنان مصطفى فاهمي كان هو مسلسل الخيانة في بقرساب على ما اتذكر كان طبعا وطالع بدور في المساد الاسرائيلي وطبعا هو كان رافض الدور ده بشدة وكان بيقول مش معقول انا اطلع في بداية حياتي اعمل دور جاسوس الناس تكرهني لكن هو قال سجني افكر واخد وقت في التفكير ازاي يحضر للشخصية وازاي تطلع على الشاشة وكمان يكون لها قبول عند المتابع او المشاهد في الدرامة المصرية وبعدين المسلسل كان وشعبية كبيرة جدا وهو ما كانش في الحقيقة عايز الشعب المصري يكره في هذا الدور لكن هو فتش في اوراده القديمة وقال لقى صورة ان ان هو بلاحية صورة قديمة وبنضارة لجده فبدأ يعمل الكاركتر بتاع الشخصية ترجمة نانسي قنقر